السلام عليكم و مرحبا بكم على قناتي قناة مرآتين أتمنى تكونوا على خير و بخير كما عودتكم نجيب لكم وصفات سهلة في متناول الجميع مكونات متع اقتصادي بثاف و مضمونة مئة في المئة كما دائما كنقول كنشكركم بثاف على دعم ديلكم من القناة على المتابعة ديلكم على طريقة نتاعكم الرائعة كنشكركم بثاف على الدعم ديلكم من القناة نتمنى يا ربي ان المحتوى للقناة تكون كنال اعجاب ديلكم فما تنساوش بالنسبة للناس الجدود او متتابعية الجدود اتمنى انكم تابونوا في القناة نتاعتي تديروا لايك بشكل جديد الشراك مع تفعيل الجرس كما اجبت لكم الوصفات لبغرير سهلة واقتصادية نجحة في المئة في المئة بدون اختمار ترى طريقة تحضير هذا البغرير نحتاج معنا جوش كيسان سميدة رقيقة نحتاج ملعقة صغيرة من الحامض ملعقة كبيرة من خميرة الخبز حبيبات نحتاج ملعقة صغيرة من السكر ملعقة صغيرة من الملح نحتاج 3 كيسان ونصف ملح من الماء الدافئ ملعقة صغيرة من الملح ونضيف الخميرة اخر حاجة نحن نضيف الماء نضيف الماء كما قد لكم 3 كسان ونصف من الماء سوف نحسر التفاعل نضيف الخفز نضيف الماء نضيف المكونات كيكا تلاحظو وغادي نكمل بالطراب الكهربائي. كيكا تلاحظو وغادي نكمل بالطراب الكهربائي وغادي نكمل بالطراب الكهربائي. اشتركوا في القناة نضيف خميرة الحلويات كما قلت لكم 7 غرام ونصف او 8 غرام ممكن ان تستعملها من خميرة الحلويات. ونضيف ملعقة صغيرة من الحمض. الحمض مهم بزافة العملية من البغرير حيث لا يساعدنا جيدا على ان البغرير يصدق ناجح. بعد موجود الخليط نضيف ايناء. سوف نضيف ملعقة كمياء التي ستحتاجها. ونضيفها في طفل لكي نضيف البغرير. بعد موجود الطفل نضيف البغرير. نضيفها على النار مواسطة. ونضيفها القياس التي تريدت عليها الحجم من البغرير. يستعمل طفل اكبر. انا بغيته بحجمه متوسط. فستعملت هذا الحجم من طفل. نضيف النار مهيلا. فوق المواسطة قليلا. على ما يبقى 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 توقب. لتجهب البغرير. كما تلاحظوا معي. هذا التوقب تكون. بحجمه ونضيف البغرير. هو الواجهة. كل ما كان نقص. كل ما كان نجح. كل ما كان صادق. كل ما كان جيد. فهذا كنت تلاحظوا. من يبقى يبقى يكتروا. توقب فيه. كنقص كنقص. 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 كما أخبرت لكم. هذه الوصفة رائعة جدا. لهو يخطمر. لهو يخط معنا الوقت. أن تحصد. على الأقل عندك. وحفظ. جيد. إلى مذكرة. هذا التوقب. كنقص. 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 كان حمر. وهو يجب. أنت من المشاهدة. كنقص نقص. كنقص. كنقص. أنه لا يكون. مجان. كي تلاحظوا هي بدأت الواجهة هادية كتنشوف وكتب هتحاوث نقرب لكم الكاميرا باش يبدأ لكم بالحق هو مجعب كي يجي غزار وصدق 100% هنا هي البغرة دي بتسكتب هيك تلاحظوا كي يجي منظر ديالها غزار وزوين وناجح 100% فممكن انا تنجح معاكم من اول استعمال البنات اللي جربها منساش انها يرد عليها في الكومنتر انا كن شوفها البنات كتجي ممتازة لاحظوا كتجي خطيرة كتجي بخوفيشونال بحلها كمعلمة فيها وكما قلت لك وكما كتلاحظوا معايا انها ما كتطلبش بزاف المجهود ولا المكونات اللي ممكن انهم بكونوا غادين وكتصدق معك وكتوجد بسرعة كبيرة بزاف ها وثانيا غادي نحاول معاكم محاولة اخرى باش تشوفوا كنحاولو نقددوها من جناب باش تجي دايرا ومقدة هانتوما كبدات كتتقب لاحظوها يعني كتتقب من جناب وكتبقى غادة غادة حتى كتتتقب من الوسط كاملة وكتطيب على المهلم اللي كننقص عليها العافية فمهمة جدا هالا عملية هذي باش تنجح لك مياه في المياه يعني كتكون العافية شوية فوق النص يعني ما كتتقب كاملة كان نقص ومنها كان نرضوها في النص ومبعد منها كان نمهلوها مرة باش كتب معانا البغرارينا كديناش مدقصة ومع هجلة فهو كيبالكم كيتقب فكما كتلاحظو كلك يجي مجحب يعني كيجي صادق مائة في المائة يشوفي انكم تبعوا الطريقة تبعوا دير المكونات مضبوطة فهنتوما كيفاش كيتلاح كيتلاح غزار ورائع وممتاز وناجح 100% كاذا تلاحظو راني نقص ملعفية باش نخليه يطيب مزيان على خاطره مجيش مدقص موهم ما عارش كاميرا مكسبيه لكم مش مزيان دكتخابه ودك كيفاش كيجي مجعب كيجي ممتاز زرب الناس هنا غادي ندوز عاو ثاني باش ندير ياخرين حتى نكمل كمية كاملة هنا بعد موجود معي البغرار شوفوا كيفاش كيجي في منظر ديرو كيجي غزار وكيجي صادق وناجح 100% فليبغى كيمية اكتر ممكن انه يضعف المكونات المهم البنات كانت هذه هي الوصفة ديلي والاقتراح انتعتي لكم اليوم نتمنى انه ينال اعجاب انتاكم متبخلوش هاليا بالتعليق انتاكم متبخلوش هاليا بالتعليق انتاكم بالاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد بالتعليق متنسوش انكم تبرتجي والفيديو مع الاصدقاء انتاكم مع الاحباب مع العائلة باش تعمل استفادة البنات هادو اذا عندكم وصفة بتونية ننزلها لكم في القناة اقترحوا هاليا في التعليق وان شاء الله ياربي اذا كان ممكن نديرها لكم عليش لا نزلها لكم في القناة انتاكم شكرا لكم بزاف انتمنى ان الفيديو ديالي تلقيكم على خير وباخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة